طيب أروح لمطشة اسماعيلية شوية وأتكلمكم طبعاً مبارح كانت راحة سلبية مستر كولر قرر أن ندي راحة سلبية للعيبة والنهاردة كان فيه تمرين صباحي ابتدى بمجموعة تدريبات مع أندوية طبعاً مخاطط الأحمال بعد كده قبل ما ننزل الملعب كان فيه جلسة طبعاً مستر كولر كلم فيها على التحضيرات الخاصة والأفكار الخاصة بمواجهة نادي الإسماعيلي وبعد كده نزلت الفرق الملعب تمرينة بدنية لمدة تقريباً حوالي نص ساعة بعد كده مستر كولر يشتغل مع اللعيبة قسم الفرق أربع مجموعات أربع فرق وعملوا تقسيمها في منطقة القوة السعدانة ومبارات بكرة إن شاء الله خليني طبعاً أقول أنه حسن فعلت لجنة المسابقات بالإعلان طبعاً عن جدول ديكوليسة بكلم طبعاً امبرح في نفس الموضوع ده مع أستاذ جمالي الزهيري وأعتقد أنه بتبقى يعني إذا كان الجمهور نفسه بيرتاح فما بالك بالأجهزة الفنية والإدارات واللعبين يكون عندك جدول منضبط ومعروف ملامحه من البداية بتفرق بشكل كبير جداً مع كل الأطراف نتمنى الحقيقة نتمنى وما لنشغل أن نراهر إن شاء الله يكون موسم منضبط التحكيم فيه يستعيد جزء كبير جداً من مستوى ومن عفاته عشان نخرج من حالة الجدل وحالة التشكيك وحالة المشكلات وحالة الاتهامات اللي حصلة من موسمين وأكتر فاته النهاردة كمان خلييني أقولكم أنه اللعيبة احتفلت بعيد ميلاد الدبابة المالية أليو تزانج الاحتفال يمكن دايماً بنشوفه من لعبة النادي الأهلي سواء بالصفقات والوافدين الجدد أو طبعاً دي لقطة الاحتفال المشورة احتفال أليو تزانج لعب طبعاً واحد من أهم الصفقات اللي جات مش بس في الجيل ده لكن بشوفه واحد من أبرز الصفقات اللي مش ممكن تتنسي زي أسماء كتيرة يعني زي فليكس زي فلافيو زي جيلبرتو زي علي معلول في أسماء كده خلاص اتحفرت في تاريخ وفي عقول جماهير النادي الأهلي واعتقد أنه محدش يختلف على ديانج اللي ان شاء الله بإذن الله يكون واحدة من أهم الأوراق مع الأهلي في الموسم الحالي خليني أقول لحضراتكم القايمة اللي أعلنها ميستر كولر واللي هتشارك فيه مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله القايمة بتضم في حرص المرمى محمد الشناوي مع علي القطفي معهم مصطفى شوبير معهم متولي العقد بقوة حمدي فتحي المتقلق عبدالقادر كادرينيو أنا بشوف عبدالقادر المسم ده بتاعكم رهن عليك بشكل كبير وكتير من الجمهير النادي الأهلي مرهنين بشكل كبير جداً على عبدالقادر الشريف موجود برونو سافيو أيمن أشرف حسين الشحات معهم أليو تزينج عمر السلية حسام حسن أفشا شادي حسين علي معلول محمد عبد المنعم أكرم توفيق طهر محمد طهر كريم فؤاد ومحمد هاني كل توفيق لرجالتنا بكرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر